مشاهدينا في كل مكان أهلا ومرحبا بكم أحنا معكم النهاردة نستكمل حلقتنا ولقائنا مع سعادة السفير خيرة لما شريف سفير جمهورية كازاخستان لدى جمهورية مصر العربية عن طبيعة العلاقات المصرية الكازاخستانية تابعونا وهذا اللقاء مشاهدينا في كل مكان أحنا معكم النهاردة نستكمل لقائنا مع سعادة السفير خيرة لما شريف سفير جمهورية كازاخستان لدى جمهورية مصر العربية سفير بشكحي جدا على استكمال هذا اللقاء شكراً لهذه اللقاء إن شاء الله نتحدث عن علاقات بين بلدين لقعنا اليوم سيتحدث عن علاقات المسرية الكازاخستانية اسمح لي أن أذكر بأن تلك العلاقات هي علاقات تاريخية ولكني أرغب في أن تذكر سيادتكم طبيعة هذه العلاقات التاريخية ما بين البلدين بعد خصول الاستخلال أو السفارة في بلدان عربية نحن فتخنا في القاهرة وفي هذه السنة نحن نغتفل 30 عام للإقامة علاقات ديبلوماسية بين كازاخستان ومصر وفي تار هذه الفعاليات كانت تشاورات سياسية زيارات المتبادلة بين بلدين على سبيل المثال في فبراير الماضي زار إلى مصر رئيس المجلس الشيوخ والتقى مع الكبار المسؤولين في مصر وكمان زار وزير التجارة والصناعة إلى كازاخستان يمثل في مشاركة في القمة السعوية في أستانا وهذه الفعاليات تستمير وإن شاء الله وقت الغريب يكون بعض الفعاليات الأخرى في هذا المجال علاقات خلال 30 سنة يتطور من يوم إلى أيام الأخرى إذا نقول لأن زيارة فخامة رئيس لكازاخستان في 2016 زيارة فخامة رئيس أبد الفتاح السيسي إلى بلادنا ورعصاء كمان يزورون إلى مصر سلاسة مرات يدل أن علاقات بين البلدين قوية جدا في كل الجوانب دايو تحلي الفرصة بأن أتحدث عن ترميم مسجد الظاهر بيبرز والذي يتم بالتعاون ما بين كازاخستان وجمهورية مصر العربية ونحن نعرفون أن جميع المماليك الذين يعيشون في مصر وبلاد الشام أصلا من كازاخستان أو أصلا من بخر قزوين بجمع وبينهم طبعا سلطان الظاهر بيبرز وفي أثناء الـ 1998 في زيارة رئيس الكازاخستان إلى مصر نحن خذنا القرار المساعدة في ترميم الجامع بيبرز في القاهرة وخصصنا 4.5 مليون دولار وننتظر في هذه السنة للإفتتاح الرسمي من هذه الجامع بيبرز وكما في سوريا نحن منح من كازاخستان كان 2.5 مليون لترميم داريخ السلطان الظاهر بيبرز في دمشق سعد السفير هناك أيضا علاقات تجارية ما بين البلدين هل يمكننا معرفة المزيد عنها وأبرز الصادرات والوريدين ما بين مصر وجمهورية كازاخستان علاقات تجارية بين البلدين يتطور من سنة إلى سنة نحن الآن نقول في هذه السنة خجم تبادل تجاري بين مصر وكازاخستان بالغدود 800 مليون دولار ولكن هذه ليست مناصبة لإمكانياتنا في هذه السادة إن شاء الله يكون اللجنة حكومية مشتركة في مجال التجارة لنقشون كل هذه المواضيع من جديد ما هي إمكانياتنا في هذه السادة وعلى أن في 2016 كانت اتفع جانبين لإنشاء اتفاقية جديدة تجارة الخرة كمصر مع دول في العسيا وسطة ودول مجاورة هذا يسمح في مستقبل يرتفع حجم التبادل تجاري بين بلدين وبين كثير بلدان مجاورة في كازاخستان أبرز الصادرات والواردات بين البلدين طبعا أبرز هذه القمح والشعير الذي دائما تفضلون أسواق المصرية يشتري من كازاخستان بسبب في عالم موجود الأشرة دول مصادرين قمح هذه الأغلبية دول أوروبية والغربية وكازاخستان دولة وحيدة التي إسلامية يستطيع توفير هذه القمح والشعير في بلدان عربية أبرى منظمة إسلامية للأمن الغدائي هل هناك استثمارات مصرية كازاخستانية أم لا؟ وإن لم تكن؟ هل يمكننا أن نقول هناك رؤية مستقبلية لعمل نوع من أنواع الاستثمار ما بين بلدين؟ في سنوات الأخيرة نحن نبذل جميع الجهود لدراسة الإمكانيات الاستثمارية والتجارية بين بلدين وننظمون بعض منتضي الرجال الأعمال في الشرم شيخ في سنة 2021 وكثير الرجال الأعمال يختمون كمان يستثمروا في كازاخستان ده بالحديث عن الاستثمارات لكن هناك أيضا أوجه تعاون بين البلدين في مجالات أخرى كالتعليم العالي في حد ذاته هل يمكننا الحديث عن هذا المجال وبالأخص عن دور الأزهر الشريف في هذا؟ طبعا بعد افتتاعنا السفارة أول بأول نحن نزلنا الجهود لكي طلابنا استطاع دراسة في جامعة الأزهر الشريف وكل الجامعات الحكومية مصرية في جامعة القاهرة عين شمس وزقزيق ألمانيا يدرسون كثيرا أكثر من مئتين الطالب والطالبة لأنهم يشتغلوا في كازاخستان في المجالات المختلفة ودور الأزهر الشريف الدور الحمى ليس فقط في دولة العربية وكمان في العالم الإسلامي على سبيل المثال في سبتمبر ماضي زارة إلى كازاخستان فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب إلى كازاخستان بزيارة رسمية ومشاركة في المعتمر السابع لزعماء اتباع لديان سماوية تقليدية وهذه الفرصة لكي يكون يتحدث عن خوار الخدرات الذي كل عالم ينتظر مثل هذه المبادرة وجامع الأزهر الشريف يلعب دور حاما في هذا المجال وماذا عن قطاع السياحة؟ هل هناك تعاون في قطاع السياحة ما بين البلدين؟ الآن بمعلومات الأخيرة السواح الكازاخستاني بالكاميات وبيعددهم يحتلوا مخال أولى بنسبة للسواح الأجانب وكل السنة يزورون إلى مناطق سياحية في المصر أكثر من مية خمسين ألف سواح من كازاخستان يستفيدون اشيرين الرحلات والشارتر مباشرة من مدن مختلفة إلى مناطق السياحية مصرية في هذه سادة إن شاء الله في فبراير القادمة أول مرة في طريق العلاقات الصناعية نحن سنفتخل القنصلية العامة للجمهورية الكازاخستان في مدينة شارمشيخ هذا يجعلني أرغب في سؤال سيادتكم سحادث السفير كيف ترى خطوات مصر الاقتصادية حاليا؟ خطوة اقتصادية بين المصر والكازاخستان في إمكانيات الدراسة مشاريع الاستثمارية في كازاخستان وكثير احدى الشركات الزارة إلى بلادنا شافة الإمكانياتنا وفي كازاخستان كمان توجد المركز أستانا المالي دولي هذا يعني مركز تساعد المستثمرين للجانب للتعاون مع كازاخستان وماذا عن القطاع الزراعي بمعنى مصر تعتبر دولة ذراعية معروفة جدا عنها التقدم في مجال الزراع وأيضا كازاخستان فهل هناك أي نوع من أنواع التعاون ما بين البلدين في قطاع الزراع نعم كثير الإمكانيات موجودة في مجال الزراع كما كلمت أول مرة هذا المجال القمح والشعير أردنا واسعة وقدر توفيره لكل الخاجات المصرية في هذه المخاصيل الزراعية وطبعا في نفس الوقت نحن نحتاج من مصر بعض الفواكه التي لم تنبت في كازاخستان بزروف طبيعية على سبيل المثال برتقال وليمون والمعوس هذا يكون نحتاج الأسواق الكازاخستاني والأسواق المجاورة في أسيا وسطة وماذا عن الصروة السماكية؟ بالنسبة للصروة السماكية عندنا موجود نحن الدولة سحراوي وندنا موجود البحر قزوين فقط بس مغلب هناك موجود الأسماك التي تقدم الكافيار ولكن بالنسبة للأسماك البحرية نحن دائما نشتري ونصدر من نصدرد من خارج وبينهم من نوروبيجيا وبين بعض دول لأننا نحاول استفادة لإمكانيات المصر للتصدير الأسماك للأسواق والمطائم فاحرة في كازاخستان سعد السفير تاريخ العلاقات المصرية الكازاخستانية هو تاريخ كبير فهل يمكننا أن نقول هناك أيضا تعاون ثقافي بهذا الحجم من التاريخ؟ نعم إذا نحن نتحدث عن تاريخ دائما أنا أقول للأصدقائي تاريخ المصر تقريبا ستة قرون ولكن ابتداء من سنة 1250 إلى غاية 1517 أو أحد الممليك هذه التاريخ المشتركة لأن جزور الأميقة في مصر أكثر من 800 عام تقريبا في هذه سنة نحن نختفل في سنة القادمة نختفل الذكرى 800 أم لميلاد السلطانة داخل بيبرس لأنه هو توفى في أمره 54 وخصبنا يكون 800 أم يعني يكون في سنة القادمة وأن كل الأزارات الثقافة بين بلدين والأزارة السياحة والأسار يشتغلوا للوضع البرنامج كامل للأزارة للإختفالات هذه المناصبة ليس فقط في بلدين وفي عالم إسلامي كلها وفي أثناء الزيارة فضيلة الإمام الأكبر إلى كازاخستان نحن اتفاعنا يكون المعتمر الدولي في جامعة الأزغر شريف يعني خاصة في الأكاديمية البخص الإسلامية جاهزين تنظيم الدورات للعجياء المستقبل يعرف ما هي إنجازات الأحد المماليك للتاريخنا وإن شاء الله ننتظر في هذه السنة القادمة افتتاح الجامع بيبرس التي لنا في مرحلة انتهى قريبا في حصول الأول للشغل القادمة سعاد سفير في الفترة التي قضيتها هنا في القاهرة هل يمكنني أن أسأل سياداتكم عن أبرز الأماكن السحية التي كنتم بزيارتها طبعا كل يوم الجمعة وصاب نحن نزرونا للمناطق السياحية أنا شخصيا أفضل مع الغروب يزرونا للأسار الإسلامية المطالقة في المماليك ويوم الجمعة مع المصريين أنا دائما جولة للمناطق هذه الأسار المهم جدا لأن كل مصريين يتحدثوا عن هذا التاريخ وهذه معلومات غير موجودة في بلادنا ونحن زرنا كثير من صحراء مماليك زرنا في المجمع قلوون وطبعا جامعة بيبرس أزره أسبوعيا هناك لليل يتابع هذا الكيف يكون الافتتاح يعني وطبعا هذه السواق من كذبستان يفضلون زيارة إلى أخرامات إلى مطقف الوطني للخدرات وهذا مهم جدا لأن عندكم موجود الطريق العميق ونحن نريد استفاد كيف يبقى استفاد الخبرة المصرية على سبيل المثال كما كلامت في كذبستان موجود مدينة قديمة تقتل تراب اسمه الفرب ووزاعة السياحة والأسار يحتام مشاركة إلينا لترميم الاكتشاف الأسار للأجياء المستقبل يعني أستاذ الفرعبي عاش منذ 1175 عاما حب أيضا أن أسأل سيادتكم عن إحدى الجامعات بكذبستان والتي يديرها مدرس أو يديرها مصري كيف تم هذا ولماذا بيعتبر التدريس في مصر أو الأساتيز المصريين دائما واجهة للتعاون مع كذبستان في أيام الاتخاذ السوفياتية شيوعين يمنعون إنشاء أي مساجد في هذا كذبستان دولة إسلامية نحن أخفاض الإمام البخاري وبعد الانخيار السوفياتية وفتحنا أحس خسالنا الاستقلال أول أو بأول نحن شعرنا حاجاتنا بالمساجد الكبيرة ولكن هذه المساجد تحتاج الكوادر أعيمة وحكومة كذبستان قرر كل الأعيمة شباب يدرسون في جامعة الأزغر شريف وعلنا أكثر من 500 طالب والطالب تدرسون في مصر في جامعة الأزغر شريف ولكن هذا مش كافية كمان في تسعينات نحن إنشاءنا جامعة سقافة إسلامية المصرية في علمات من أجمل منطقة هناك كمان تدرسون 600 طالب والطالبة بالأنواع من العلوم الإسلامية وفي سنة الماضي نحن اختفالنا 25 عام لتعسيس لهذه الجامعة وهناك تشتغل أكثر من 20 الأزغر شريف وينتقل رعية معتدلة للأجياء المستقبل كيف يستفيد كل قيم الإسلامية نحن دائما نشكر للحكومة المصرية وهذه الأزغر والجهود لانتشار الدين الإسلام الخقيقي سعادة السفير في الختام هو سؤال أسأله دائما لكل ضيوف الكرام في هذه الحلقة عن المطبخ المصري وهي الأطباق المميزة وتفضلها في هذا المطبخ إذا كنت بالفعل قد جربت بعضهم نحن نزور كمان في أيام الإجازة في مطائم مشهورة في مصر مش في مطغم واحد كل مرة ننتقل نبقى لسر المطغم جديدة وأنا كشخص بدوي يأكل كل شيء ولكن ما أذكر أسماهم كل اللذيذة المحشي المحشي ملوخية كشري هذا موجود وطعام المصرية مشهورة ليس فقط في بلدان العربية في كازخستان موجود كثير المطاعم بالعنوان الألف ليلة وليلة وإذا أنتم تدخله منه كل أطعام المصرية هذا جميل جدا سعد سفير أنا بشكر حيك جدا على هذا اللقاء وبشكر حيك أيضا على الوقت التي تحدثت فيه إلينا عن العلقات المصرية الكازخستانية شكرا إليكم لهذه الفرصة لتحدث عن رؤيتنا وجهودنا لتعزيز العلقات بين بلدان الأسادقين مشاهدين في كل مكان وبكذا انتهى معكم لقاءنا مع سعادة السفير خيرة لما شريف سفير جمهورية كازخستان لدى جمهورية مصر العربية بشكركم جدا لحسن المتابعة وإلى اللقاء